بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله عندكم الارشاد زوالي احتاجاتها الخاصة ورسائم الفصل الان هو الفصل الثالث وبيتحدث الفصل الثالث عن طرق الارشاد النفسي طبعا هنتكلم في طرق الارشاد النفس عن الارشاد الفردي والارشاد الجماعي والفنيات التي يمكن استخدامها اثناء هذه الجلسات وعندنا الارشاد الفردي هو ارشاد عميل واحد وجها لوجه في كل مرة يعني هنا المرشد هي قابل فقط لغير مسترشد واحد حالة واحدة أو طفل واحد وتعتمد فعليته أساسا على العلاقة الإرشادية المهنية بين المرشد والعميل طبعا فعالية الإرشاد الفردي بتعتمد على العلاقة الإرشادية المهنية ما بين مين؟ ما بين المرشد وما بين العميل اللي هو الطفل أي أنه علاقة مخططة بين الطفل طبعا العلاقة دي لازم تكون قائمة على ايه? على تخطيط مسبق. لازم تكون ايه? علاقة منظمة. لا تتسب بالفرضوية. حتى تكون ايه? عملية ارشاد حققية. تتم في اطار الواقع. يبقى كمان العلاقة دي والارشاد الفردي بيعتمد على ايه? اطار الواقع. على الواقع الحالي للطفل. ايه هي مشكلات? ايه هي المشكلة اللي بيعاني منها? طيب. كل ده عرفناه زي فضوء الاعراض. يعني ده ظهر من الاعراض الواقع على الطفل. وفي حدود شخصيته ومظاهر النمو. كمان ايه? كل ده في حدود الشخصية. شخصية هذا الطفل من زو الاعاقة ومظاهر النمو. هننتقل الان الى الارشاد الجماعي. والارشاد الجماعي هو علاج الناس في جماعات. يعني احنا في الارشاد الجماعي ما ننتعاملش مع افرد واحد. احنا بنتعامل مع ايه? مجموعة من الاعضاء. وان الانسان كائن اجتماعي بطبعه. طبعا الانسان لا يستطيع ان يعجبهم فرفاهه كائن اجتماعي. اه يحب ان يعجد داخل ايه? جماعة من الناس او من البشر. ولذلك اي شخص احنا بنشوفه اغلق العرفة على نفسه او انطوع على نفسه او بعد عن الناس وابتكلمش حد او مالوش علاكم حد بنقول عليه انه بيعاني من مشكلة. بيعاني من مشكلة وقد تكون ايه? مشكلة نفسية بسيطة او معقدة. طب يتعلم من خلال مساعدة الافراد لبعدهم البعض. يبقى الانسان بيتعلم من خلال العلاقات. من خلال مساعدة الافراد لبعدهم البعض. بمعنى ان الجماعة هي الطريق او القناة للتعبير عن الذات. الجماعة دي اه الجماعة اللي متكون منها اعضاء المجموعة هي الطريق. عشان الانسان فينا يعبر عن ذاته وينفس كمان عن ايه? عن انفعالات. ويكون في كمان تنفيذ عن الانفعالات. يبقى احنا كده عندنا الارشاد الجماعي يعتمد على ارشاد مجموعة مع بعضها البعض. الارشاد الفردي بيتعامل العميل مع المسترشد وجهاً لوجه. طب الارشاد الجماعي. عبارة عن تجربة اجتماعية وعملية ديناميكية تفاعلية. عملية ديناميكية تفاعلية. بين مين ومين? بين المرشد والمسترشد. طب ولو مميزات الارشاد الجماعي نعم. يمكن المرشد من استثمار الوقت بشكل فعال. يبقى هو بيساعد المرشد على استثمار الوقت بشكل فعال. طيب كمان المجموعات بتسمح لعضاء بتجريب الاستجابات. يجربوا مستجاباته. والتعبير على العواطف. ويعبروا عن عواطفهم وانفعلاتهم. في موقف مريح. موقف مجموعة مع بعضها البعض. كمان توفر المجموعات للمسترشد. المجموعة دي بتعطي هذا الطفل من زوج الاعاقة او هؤلاء المسترشدين فرصة للحصول على تغذية رجاءة صحيحية. كل واحد من المجموعة بيتكلم عن مشكلته بيحاول ان هو يضع حلول ويتحدث عن افكار اعرق فممكن ان ان احد الاعضاء يعطي لعدو اخر فكرة تصحح اه فكرة خطأ عنده او اسلوب خطأ هو بيستخدمه. كمان توفر المجموعات للمسترشدين فرص لتبادل الافكار. او الاراء. كمان عن فعالية الطرق. كمان هم كمان بياخدوا بعض المعلومات عن فعالية بعض الطرق المختلفة لحل المشكلات. قد يكون عنده حل واحد لمشكلة لكن عندما يكون داخل المجموعة يستمع لحلول قد تكون اكثر فاعلية في حل هذه المشكلات. طيب ايه الفرق ما بين الارشاد الفرد والارشاد الجماعي? في الارشاد الفرد الجلسة الارشادية عمطا اكثر. حوالي خمسة وربعين دقيقة. اما في الارشاد الجماعي الجلسة اطول. حوالي ساعة ونصف. طيب هنا يتركز الاهتمام في الارشاد الفرد على مشكلات الخاصة. خاصة بفرد واحد. نتعامل معها حالة واحدة. اما الارشاد الجماعي فهو يهتم بالمشكلات العامة. يشترك فيها ايه المجموعة? مجموعة بتشترك في ايه بمشكلة. طيب الارشاد الفردي اكثر فاعلية في المشكلات الخاصة. في حالة المشكلات الخاصة. طيب الارشاد الجماعي اكثر فاعلية في الحل المشكلات العامة والمشتركة. ده مهم. يتركز الاهتمام على الفرد في الارشاد الفردي. هنا لا. في الارشاد الجماعي بيتركز الاهتمام على كل اعضاء الجماعة. كل اعضاء المجموعة اللي موجودة. طيب الارشاد الفردي يبدو اصطناعيا اكثر. اما الارشاد الجماعي فهو يبدو طبيعيا. لان داخل المجموعة. كلمنا على ده. الارشاد الفردي يطح فرصة الخصوصية والعلاقة الارشادية بين المرشد والعمل. في خصوصية الارشاد الفرد. اما الارشاد الجماعي فيتح في وسط التفاعل الاجتماعي بيسمح بالتفاعلات الاجتماعية والعلاقات ما بين اعضاء المجموعة التي تستقبل الارشاد الجماعي.